ست اهداف هي حصيرة مباراة الزمالك وسيراميكا اهداف النهاردة يمكن بعد الديئة 87 اتعادل وبعد كده بقى الاوقات الاخيرة الزمالك بهدف ابراهيم انضاي اللي ضايع قبلها هدف غريب جدا وبيرد الجميل ابراهيم انضاي لزيزو والزمالك بيفوز 4-2 على طبعا على سيراميكا بعد القرار والجمهير نادي الزمالك الغطبانة هنتكلم في كل حاجة النهاردة عن مباراة الزمالك وسيراميكا وبعد النقاط الحلوة وعن سبب غياب الجمهور وموقف الجمهور والادارة النهاردة فالرجاء تدعمونا بلاك شوركم منتو والضغط على زر الجرس ويلا بينا نبدأ المباراة المباراة حلوة اهداف لكن طبعا قبل ما ندخل في المباراة والاهداف وتحليل المباراة عايزين نتكلم على ان جمهور دونال الزمالك واخد موقف فانا بيعجبني ده ان فيه جمهور ولوشه اخصية ولو رأي طبعا مش عاجبه موقف مجلس قدارتي كابتر حسين ربيب الانسحاب وانا باعيز اقول على حاجة يا جماعة ودرأي بصراحة الانسحاب ده من شيء من ضعاق الاهل انسحب قبل كده انا مش بقولها على حاجة عشان انتفق بقى اهل وزمالك وكلام ده كله فكرة الانسحاب في حاجة ذاتها لا انت نفذ نفذ واطلب دي مطالبي وانا بلعب وهاخد الوقت وشوف اندية سندك والاندية التابع معاك لكن ما تنسحبش كنت تلعب ماتش الاهل عادي ايه المشكلة انت عندك دلوقتي اوراق كبيرة جدا لكن موقف موقف انت عملته انا دايما بقول موقف صح في توقيت غلط ممكن اول الدوري باخر الدوري خلاص اديني محصومة مفيش مشاكل حتى لو خسرت كم نقطة مفيش مشاكل لكن ما تجيش فماتش الاهل بالذات وقدام الاهل بالذات وتعمل الحركة اللي انت عملتها دي طبعا شوفنا المباراة النهاردة يا جماعة نتكلم في مقتطفات عشان ما تملوش مني النهاردة محمد شحاتة ده لعيه كبير جدا وعجبني اوي 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 محمد شحاتة يعني محمد شحاتة النهاردة لو بصينا طبعا ايمن الرمادي طبعا صديق اجولة صديق اجولة اللي جاب الهدف التاني يا جماعة من ضربة رأسية محترام الشديد يعني محترام الشديد حسام عبد مجيد احنا طلعين بالسماء انت مشيت محمود علاء محمود علاء الحاجات دي ما كانتش تاكل معاه محمود علاء يعني النهاردة فيه اكتر من كرة الهدف الاولاني كمان لو بصيط عليه بيحرص اللعيب يا جماعة حسام عبد مجيد بيحرص في الارض ضعيف جدا ضعيف جدا منه لو نزل فرمالة ولا نزل يدايق ما عملش اي شيء يسكر يداي بيه الهدف الاولاني والهدف التاني صديك اجول اشوفه بتحركة زي وبيسرق حسام عبد مجيد واقصر لعيب واقصر لعيب في مصر بيه نطه بيجيب الهدف التاني يعني حسام عبد مجيد انا بقول اهو محترامي انت مشيت محمود علاء لا محمود علاء بعشرة من حسام عبد مجيد لو انت كنت اديته الشخصية ولا انت اديته الثقة بنفسه وافتكر ايه محمود علاء لجيبك 46 هدف يعني انت عندك ناصر ابراهيم واسامي من اساطير ناج الزبالك برصيد 20 هدف ولا 16 هدف ايمن يونس كام جول وانا مش بقى استف كام جول انا معاك لا محمود علاء كان معجيل جاب بطولات وعمل كرة حلو اوي وانا بقول بصراحة انه تظلم انك مشيته ما احتراميش هدي لا تقولي الزناري ولا حسام عبد مجيد لا محمود علاء لما كان الوينش موجود شو بالسلوية ده كان بيبقى شكل عامل ازاي فالنهاردة لو بسيت النهاردة جمهور الاداء بيدي رسالة للمجلس ادارته واعتراضه على طبعا قرار الانسحاب قدام مباراة الاهلي وتوقيته طبعا نازم نتكلم على ناصر مهر ناصر مهر النهاردة وشوف التصوبات يا جماعة شوف التصوبات يا الله على التصوبات يا جماعة يا الله ويا الله على لعبه واختراكم العمق يا سلام يا سلام يا سلام على الاختراكم العمق يا جماعة الاختراكم العمق ازاي والبساطة العمالة لأوباما اللي بتفسح أوباما كالعادة بتفسح لعيب بارد لعيب بارد ده المفروض يتمدى على رجليه لو أنتم بتكلموا كرة أوباما ده لازم يتمدى على رجليه لو بتكلموا لعيب بارد ولعيب مفيش حروح ودي مشكلة أنا مش عارف لكن ناصر مهر وأداء نادي الزمالك تغير بعد خروج ناصر مهر ومش نادي الزمالك حتى يمكن جاب هدفين أنا معاك لكن الأداء والاستحواز والكرة الحلوة لا أتأثرت جدا بعد خروج ناصر مهر طبعا قلنا طبعا لازم نتكلم كمان لو شفنا كاميرا خاصة يا جماعة أنا نفسي بكاميرا خاصة تشوف تحركات محمد شحات محمد شحات لعيب كبير جدا في العمق لعيب كبير أوي لو لعب جنبه لو لعب جنبه نبيل لعيب كبير ولعيب عنده مهارة باكرايت أنا بقوله افتكر كلامي واليوم النهار ده كام أنا مش عادة في النهار ده كام بس افتكره محمد شحات هيبقى باكرايت منتخب مصر اساسي لمدة كم سنة ان شاء الله الله يحميه ويكمل بس ويكمل ويبعد عنه العصابات لعيب بالورقة والقلم لو في كاميرا خاصة أو عند الإمكانيات كنت هوريكم ازاي بالتغطية العكسية ازاي بيزيد بكرة ازاي بيضم للداخل لما كرة تبقى عنالة الزمالك في العمق بيدافع وازاي بيشير اكتر من كرة النهار ده بالعمق وازاي بيزيد وبيكمل معزيزه على الخط وازاي بيدخل كمان في الهجوم بيدخل نص الملعب فبتحرك تحركات وعية جدا ولعيب كبير جدا ولعيب حريف لعيب عنده كرة مش باكرايت من اللي هما لا لعيب كبير جدا 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 وهيبقى له مستقبل كبير جدا 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 طبعا اتكلمنا على عبدالله السعيد طبعا والهدف اللي انا شايفه فعلا اوف سايد تسلل انا شايفه 100% بسبب طبعا تدخل عبدالله السعيد والفار ضرب الجزاء المعاك المشكلة في ضرب الجزاء هي المشكلة في تدخل تدخل عبدالله السعيد في الكرة بعد ما رفع الكرة الروكنية وردت هو راجع من التسلل عشان كده الكرة تراجت فانا بقول تسلل يعني صحيح 100% لازم كمان نتكلم كمان على ابراهيم انضاي يا جماعة ابراهيم انضاي ده يعني علامة استفهام على ابراهيم انضاي صراحة يعني انا واحد من الناس شايفه غير مؤثر سيبك من اللي انت من اللي حصل في الوقت ده او جاب هدف وبص هدف لكن المجمل ابراهيم انضاي من يوم ما جيت زى مالك مش هو ده اللعيب المحترف تقدر طول عليه المهم فوز مهم في توقيت مهم جدا على فرقة من الفرقة المفروض انها بتلعب كرة حلوة لكنها بقول اهو مع احترام الشديد وهفضل اقول الفرز الاول في الكرة في مصر الاهلي والزمالك برمز عنده لعيبة كويسة جدا وهينافس منافسة قوية جدا الدور الرعا على فين ما نعرفش لسه بس الدور يا جماعة محتاج رئيس اتحاد قرى راجل ما يخافش مالوش دعو باهلي او زمالك رئيس لجنة حكام راجل لا يعرف اهلي وزمالك جدوى المحدد عايزين يا جماعة جيت قلتها بالفيديو الفات الدور الانجليزي ما تعرفش مين بيديره الدور الاسبان ما تعرفش مين بيديره الدور الانجليزي لما سألته بحث بيقوله ستة رئيسة اللي ربطة سيستم حط السيستم وقوانين وطبقها المهم بستة اهداف حصيلة مباراة الزمالك وصراميكا الزمالك بفوز 4-2 النهاردة طبعا لازم نقول زيزو ابراهيم انضاي وطبعا لازم نقول كمان يا جماعة ابراهيم انضاي ومين تاني يا جماعة اللي جاء بالاهداف النهاردة وزيزو ابراهيم انضاي وحسام عبد المجيد اه لا في ايها يا جماعة ما تحدي مين نبيل عمدونجا الزمالك بيفوز 4-2 المهم اذا عجب فيه دولك شيركم منتو الضغط على زر الجرس ومسائل الانوار